موسيقى وفي الحقيقة هذا الموضوع ومشكلة الأمازيغ في المغرب لا يوجد فيه إلا في ديني بعض الأشخاص أما في الواقع شيء آخر حول الميزة الإيجابية مثلا لا نريد أن أقول في الحكومة يوجد رئيس الحكومة أمازيغي وزير الداخلية أمازيغي وزير الفلاحة أمازيغي وزير العدل أمازيغي وزير العلاقة مع البرلمان أمازيغي ووزير المنتدى في المالية أمازيغي ووزير الشؤول الإسلامية أمازيغي هل أصبحت وزيرا لأن هناك ميزة إيجابية لأني أمازيغي أم أنه كثير من الأسئلة فيها نوع من عدم الاطلاع على حقيقة الأوضاع في المغرب أنا عشت حياتي كله أمازيغيا ولم أشعر في يوم من الأيام بأنني ضحية ميز لذلك تطرح لي كثير من الأسئلة وفي قضايا الميز فيما يخص المرأة أنا كلفت في هيئة القيادة لإعادة النظر في مدون الأسرة من طرف جلالة الملك وشرفت بذلك واستمعت لحد الآن أكثر من ألف ومئة جمعية وسنجتمعوا وسأدخلوا هذا المساء لأستمعي للحزاب السياسية وكلهم قدموا تقارير وفيهم جمعيات أمازيغية وجمعيات عربية وجمعيات سحراوية ولم أشعر إطلاقا بأن هناك نعم الخلل في هذا الموضوع أما فيما يخص الصحراويين في العالم الآخر يمكن فقط أن أقول لك أن الرئيس الغرفة الثانية في المغرب صحراوي لذلك هل لا يمكن أن نتصور أن هناك دولة استطاع تاريخها أن يسهر مكوناتها في أمة واحدة هل يمكن أن نتصور بأنه المغرب هذه الدولة الموجودة في إفريقيا لم تتجاوز المكونات أو الاختناف المكونات الديمغرافية يجب أن نعطي لكل دي حق الحق الموضوع الثاني وأتوجه إلى أخي أمير مدام وصفني بأخيه أنا أريد كذلك تطبيق القانون وحسن إعمال القانون ما دمتم سرتم في هذا الاتجاه ألا يعتبروا الحكم الداتي صور من صور تقرير المصير الموضوع بين يدي الأمم المتحدة وتناقشه وفق مقرارات الأمم المتحدة وحتى اتفاقية الميز التي مارسهم فيها الانتقائية باختيار فصل فقط في تصديرها تتكلم عن قرارات مقتضيات الأمم المتحدة التي طبعا تسعى إلى السلم والأمن الدوليين ولكن ألا يمكن أن نكيف بعض التصرفات من طرف الجارة الجزائر فيما يخص أمن والسلم الدوليين هل الصواريخ التي خرجت من مناطق من الأراضي الجزائرية على مناطقنا ألا يعتبر إرهابا بالتكييف القانوني ألم ننتقل من إرهاب الأشخاص إلى إرهاب الدولة لذلك اسمحوا لي أن أجد نفسي عندما أكيف الأشياء أنكم في موضع ضعف أكثر من موضع قوة تقرير المصير لا يفرض من الخارج تقرير المصير إرادة داتية للشعب المغربي كله وقد توافق على الحكم الداتي يبدو أنه الجغرافيا ظلمتنا حينما جعلتنا عند بعضنا البعض ونحن لا نملك السلطة على الجغرافيا ولكن فقط للتاريخ أن حينما فقدنا الجغرافيا نعود إلى التاريخ ونقول أن دماؤنا المختلطة من أجل استقلال البلدين وعائلاتنا المختلطة وتاريخنا المشترك ألا يكفي هذا لكي نعيش في سلم وأمن دوليين أم أنني أقول لك ما قاله بروتس لأونطونيوس حتى أنت يا بروتس حينما تعانوه في الخلف أتمنى أتمنى أن نصل إلى درجة من النج نبني إفريقيا ونبني المغرب العربي بشكل مشترك سيد الرئيسة دعوني أعود إلى نقطة أخرى لم يتحدث عنها الكثيرون ولم يتيرها الكثيرون وهي وضعية اليهود في المغرب لم يقل أحدا ولم ينتبه أحدا أننا داخل النظام القضائي في المغرب لدينا النظام العبري القضاء العبري الذي يبدو في قضايا الأحوال الشخصية فيما يخص اليهود لم يقل أحدا أن جلت الملكة أمير المؤمنين أحد مستشاره يهودي ولم يقل أحدا أننا درسنا وعيشنا مع اليهود في المغرب ونمثل النموذج وأن محمد الخامس توجه من الاستعمار من أجل حماية اليهود نحن مستعدون أن نعطي دروسا في مناهضة الميزة العنصري ليس بعد وضع الاتفاقية حتى قبل الاتفاقية وأثناء بناء الدولة في العالم الأفريقي وفي المغرب الأرض أنا يهمني كثيرا إخوة الأفارقة يهمني كثيرا وضعيتهم ولكن حينما ترى دولة النجارة تجمع المهاجرين الاقتصادين وتحيلهم علينا ونحن نستقبلهم ونتحمل ضغطهم الاقتصادين عندي سؤال كبير أليس هناك ميز حينما تأتي دول قبرى وتأخذ المهندسين وتأخذ الأطباء وتأخذ العلماء وتطرق في بلدي المهاجرين الاقتصادين الذين لا يسعون فقط يسعون فقط إلى حياة مريحة كحدها الأدنى أليس هذا ميزاً عنصرياً؟ لمن أوجه الاتهام؟ أخيراً لأول مرة وأنا في عمر ستين سنة كم سأعيش؟ عشرين سنة أخرى؟ عشر سنوات؟ ما ستتحمل منك وزير عادل ثلاث سنوات أخرى؟ لأول مرة أسمع أقسم بالذي خلق السماء والأرض أسمع بالمغرب الأسود لم يطرأ على دهني أبداً أن أفكر بأن هناك مغربيون أسود ومغربيون أبيض هل أنا أبيض؟ انظر للسحنتي خليط إفريقي أوروبي عربي إسلامي وتتحدثون عن أشياء لم تطرأ على بالي حينما عينت مدير من أكبر مديريات التي تعد في الوزارة جاء صحراوي هل فكرتوا أنه صحراوي؟ هل يمكنكم أن تكتبوا حقائق هذا البلد؟ لكي تساعدونا لندهب أكثر؟ هل رغبتكم أن نتطور كنموذج ديمقراطي حقوقي؟ في إفريقيا وفي العالم العربي وعلى الضفة الأخرى المحدة المتصل أم أنكم تعتبرون بأن هذه النجاحة التي حققناها كان يجب أن لا تكون؟ ساعدونا إذا كان هناك شيء جيد قولوا هناك شيء جيد وإذا كان هناك شيء سيدبي قولوا أن هناك سيدبي ونحن سنتحمل المسؤولين سيد الرئيسة أنا فرح جدا لأنه جزء قربكي ونحن أفارقة نحن لم ننقل الأفارقة إلى أوروبا نحن ليست لنا حصون على البحر كنا نجمع فيه الأفارقة ليأخذوهم إلى أوروبا نحن شعب أسس دولا منذ 1400 سنة وتصاهر فيها الجميع وعاش فيها الجميع واستقبلنا العالم وأثناء الحرب استقبلنا اليهود لذلك أنا أفتخر ببلدي ويكفيني هذا شرفا شكرا لا تنساوش تابنوا خلاشين وتأكتبوا الجرس لكي يوصلكم جديد فيديوهات بيلترس وتبرتجوا مع أصحابكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر